السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي العزاء طلاب الصف السادس الاتدائي عاملين ايه النهاردة معدنا مع الموضوع السادس من المحور الرابع وهنتكلم عن شخصيات مصرية مؤسرة والشخصية المصرية المؤسرة اللي هنتكلم عنها النهاردة احد العلماء الدكتور احمد مستجير الدكتور احمد مستجير ولد عام 1934 بقرية الصالحات بمركز بني عبيد بمحافظة التقهلية توفي عام 2006 حصل على البكالوريوس من كلية الزراعة جمعة القاهرة اشتغل مهندس زراعي لمدة قصيرة في الاصلاح الزراعي بعزبة الفؤادية بالقرب من قرية الصالحات يبقى ولد عام 1934 بقرية اسماء الصالحات بمركز بني عبيد بمحافظة التقهلية توفي عام 2006 حصل على البكالوريوس من كلية الزراعة جمعة القاهرة اشتغل مهندس زراعي لفترة قصيرة في الاصلاح الزراعي بعزبة الفؤادية بالقرب من قرية الصالحات حصل على منحة من المركز القومي للبحوث للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أدنبرة بالمملكة البريطانية عام 1960 اخذ الدكتوراه في 14 نوفمبر عام 1963 بعد ما رجع للقاهرة اشتغل كمدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة اللي هو تخرج منها وتدرج في الدرجات العلمية داخل الكلية حتى حصل على الأستاذية يعني بقى أستاذ دكتور أصبح عميد لكلية الزراعة من عام 1986 إلى عام 1995 يبقى دي كل الحاجات المهمة اللي المفروض تبقى عرفها عن الدكتور أحمد مستجير طب أهم إنجازاته إيه؟ ساهم في أكثر من ميدان علمي وأدبي وإنساني هو كان عالم جليل كسف جهوده في استنباط أو في استخراج أنواع جديدة من المحاصيل يعني كان بيبتكر أنواع جديدة من المحاصيل وأهم حاجة هتعرفوها دلوقتي كمان شوية وإحنا بنتكلم وكذلك في مجال الإنتاج الحيواني حتى أنه هو أسس مركز علوم الوراصة أصبح رائد في علم الهندسة الوراصية في مصر والعالم العربي كان عضو في 12 هيئة وجمعية علمية وثقافية منها مثلا مجمع الخالدين الجمعية المصرية للعلوم الإنتاج الحيواني الجمعية المصرية للعلوم والوراصة اتحاد الكتاب لجنة المعجم العربي الزراعي مجمع اللغة العربية بالقاهرة دي كلها هيئات وجمعيات علمية وثقافية هو كان يعني مشترك فيها أهم إنجازاته برضو أنه كان عمل مشروع زراعة الفقراء ده أحد الحاجات البرزة جدا اللي هو عملها مشروع اسمه زراعة الفقراء بدأ العمل فيه عام 1989 بمساعدة عدد كبير من المتخصصين في مجال الزراعة عشان يستخرجوا سلالات أو أنواع من القمح والرز اللي بتتحمل درجة عالية من الملوحة والجفاف الملوحة والجفاف يعني تقدر تزرع الأمح والرز في مية قليلة في درجة حرارة عالية في مية ملحة عادي جداً هو أكتر واحد يتكلم في الموضوع دوت وهو من استنبط أو استخرج سلالات الأمح دي بدأ الاستفادة منها في زراعة الصحراء في الدول النمية استفادت دول كتير من أبحاثه في زراعة القمح بوسطة مية البحر مباشرة دون تحليتها الدول كده بدأت تستخدم مية البحر إن هي تروي بيها الأمح اللي هو مية ملحة من البحر على طول مفروض إن ده كان الأول فيه أنواع أمح ما ينفعش معها المية الملحة إنما نوع الأمح اللي هما استخرجوا دوت كان بتنفع معهم مية ملحة ليه العديد من المؤلفات في مجال الزراعة زي مثلاً مقدمة في علم تربية الحيوان التحسين الوراثي لحيوانات المزرعة النواحد تطبيقية في تحسين الحيوان والدواجن ليه العديد من التراجم كمان المترجمة في العلوم والفلسفة زي التطور الحضاري للإنسان ارتقاء الإنسان الربيع الصامت الانقراض الكبير عصر الجينات والإلكترونيات البزور الكونية وغيرها أيضاً ليه العديد من الإسهامات في الكتابات الأدبية هو كان أديب وكان عالم هندسة وراثية وكان راجل زراعي وكان دكتور فكل حاجات دي تنطبق عليه ليه العديد من الإسهامات في الكتابات الأدبية وعروض الشاعر كان شاعر كمان زي الأدلة الرقمية لبحور الشاعر العربي علم اسم السعادة وغيرها حاجات كتير حصل على جوائز كتير زي مثلاً أنه هو يعني على سبيل المثال أنك أخذ جائزة الدولة التقديرية للعلوم والزراعة أخذ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى أخذ جائزة مبارك في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها 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 من الجوائز فده كان الدكتور أحمد مستجير اللي هو كان الدرس السادس كده بأنه الدرس السابع فقط اللي هو المستكشف الناشط اللي هناخده في الفيديو اللي جاي باي باي